من بداية الشهر الى اخر الشهر طبعا القراءة طاقتها مفتوحة يعني ممكن تنطبق على بعض مدة اكتر من شهر والبعد الاخر شهر لكن احنا رح نوجه طاقت القراءة لمدة شهر ايضا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خذ من القراءة فقط الاشي اللي بيناسبك اشي اللي بيفيدك خذ الاجابة من القراءة وتركي السلبية يعني مش ضروري تركز على الامور السلبية بالاول والاخير انت يعني قادر على تغيير مجرى الامور هاي فقط قراءة بالطاقة الحالية اللي رح تذهب لكن ممكن الطاقة تتغير يعني القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج السرطان ممكن تحس انه بعض الاشي اللي بحكيها طاقتها تنطبق عليك او تكون مشابهة لطاقتك بدنا بس ناخد كروت للتوضيح بعدين نبلش القراءة اوكي بنبلش بقراءة السرطان او بطاقة برج السرطان الحالية عم شوفك كتير صبور مع الشخص اللي عم تتعامل معه انت محطوط انت وهالشخص بوضع صعب او بوضع يمثل تحدي بالنسبة للك وبالنسبة لشخص اللي عم تتعامل معه كرت بيشنس فانت عم تتحلى بالصبر حاليا او عم تحاول تكون صبور اكتر بالعلاقة والتواصل مع هالشخص عم شوف ايضا عم تحاول تتعاطف مع الوضع او تتعاطف مع الشخص اللي انت عم تتعامل معه مع التواصل لانه عندك وعندك ايضا يعني عم شوف عم تحاول تنظر للامور بطريقة شوي عاطفية اكتر لانه بالماضي انت حت تحكم على العلاقة كنت بطريقة قاسية او عم تحسب لها الشخص على اصغر الامور ولها العلاقة لها اصغر الامور ولكن عم شوفك عم تتحلى بالصبر بدك تكون صبور لانه مشكلة انه انت كنت عم تحكم على هالشخص او هالعلاقة انه عندك كينغ اوف سوردز هو انه انت كنت مشوش عندك ايت اوف سوردز فانت كنت في وضع مشوش فيه عاطفيا عقليا حتى وبتحس انه انت في مطرح انه بدك تاخد قرار بين شيئين بين شخصين بين بين طريقين او بين انك تضل مع هالشخص او تترك العلاقة مع هالشخص فالبعض منكم هاد هو السبب اللي كان عم يخليك تحكم عن الامور او تحاول انه تحل الامور بطريقة الوضع اللي بينكم بيتطلى بالصبر عم شوف مشان هيك انت عم تتحلى بالصبر هون عم تحاول تكون صبور عم تحاول تكون متفهم اكتر لطبيعة العلاقة اللي بينكم او لظروف الشخص اللي انت معه الشخص اللي او طاقة الشخص اللي انت عم تتعامل معه فينيكس رايزين عم يمر بتغيرات هالشخص هو ايضا عم يحس انه هو بمفترق طريق او عنده شخصين عم يحاول يختار منهم قرارين عم يحاول يختار منهم ومبما الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شخص قديم وشخص جديد ممكن انت تكون الشخص الجديد وهو لسه عالق بتفكيره بالشخص القديم عم شوف انه انت عم تحس انه هو عم يعطي اهتمامه الى اشخاص اخرى وانت مش عم تحكي انت عم تكون كتوم عم تشوف انه انه هو عم يعطي اهتمامه الى اشخاص اخرى ممكن طبيعة العلاق ممكن انتو ما تكونوا اصلا بعلاقة مع بعض مشان هيك صعب عليك انه انت تحكي وتعبر عن مشاعرك لهالشخص على انه عم شوف انت ايضا اه عم تراقب الامور من بعيد عم تراقب الشخص شو عم بيساوي ما هي اختياراته يعني دائما عم تراقب الشخص من بعيد دائما بتشوف انه اه انت بيجوز بتشك بهالشخص كتير او مش كتير بتوثق فيه في عندك مخاوث داخلية تجاه نوايا هالشخص واختياراته ودائما بتحس انه في طرف تالت انه في امرأة اخرى او او رجل اخر لانه باغلب الكروت انت دائما بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا اخر او بتكشف تواصل مع شخص اخر فانت دائما وكأنك تكبس عليه بالجرم المشهو يعني امامك بيكون ولكن اغلب الاشي اللي بتحسها عمشوف طاقة الشخص اللي انت عم بتعامل معه ايضا لانه هي طاقته بالاول والاخير وهو ايضا بيحس بيشك وبيحس انه انت معاك شخص اخر وهو ايضا بيحب يترقب من بعيد ولكن عم شوف الشخص اللي انت عم بتتعامل معه شخص اغلب حكيه صادق ما بيحب الايل والآل لانه ايسوف سوردز يعني شخص دغري بالحكي شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي هنا تمبرنز ام شخص عم يبحث عن الشفاء الداخلي عم شوف بالماضي ام بالماضي هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو نخدع فيها ونجرح فيها مشان هيك ايضا ام شخص بيشك كتير او شخص ام دائما بيكون مترقب او متأهب او دائما خائف نشي معين خلينا نشوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان سيكشول آت عم شوف انت عم تحس بانجراب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه وعم شوفك بالمستقبل ايضا مش رح تحكي يعني رح تخلي اغرب اغلب ارائك اغلب معتقداتك يعني في جوه داخل نفسك عم شوفك رح تكون منطوي اكتر على نفسك رح تتأمل في العلاقة من بعيد رح تحاول تفهم العلاقة من بعيد توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي عم شوفك افضل من الوقت الحالي بالمستقبل لاني عم شوفك منطوي على نفسك ممكن انت ان جرحت من هالشخص او جرحك الوضع انه هو معه اشخاص اخرى او ممكن عم تحس انه فيه اشخاص اخرى بالصورة فهالاشي خلاك تنطوي على حالك من جوه ولكن عم شوف في المستقبل انت بدك بدايات جديدة انه عم شوف عندك ace of cups ايضا فانت بتطمح الى بدايات جديدة مع هالشخص منيتك انت بدك تكون مع هالشخص او بدك على الاقل الامور تتصلح بينك وهالشخص تكون في بينكم بداية جديدة بقى هامت كارد هالكرت طلع عندك مرتين هالكرت نفس هالكرت فعم شوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك ايضا The moon card ايضا Nine of swords برج السرطان طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم The moon card بتحكي عن الاسرار او عن الاشياء المخباية عن الاشياء اللي ما بتحكي عن الوجه المظلم للامور او الوجه الاخر للامور عم شوفكم معدب كتير بأفكارك الداخلية فعم تفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبين هالشخص او بها الشخص عم تفكر كتير و اغلب الافكار افكار سلبية للأسف مخاوف داخلية و مش عم تحكي فيها يعني من المون كارد اغلب الاشياء اللي عم تحسها اه عم تخليها لحالك و انا عم شوف انه هالشخص عنده ace of swords يعني هالشخص بالتواصل معك او بالحكي معك شخص كتير منفتح يعني شخص اللي بيحس فيه اه بيحكي للك على طول ولكن انت كتير كتوم شخص كتير كتوم ف ممكن تكون انت عم تحكم على هالشخص لانه انا عم شوف انه هو صادق معك بالحكي او اذا سألته عن اشي ام شوف انه هو عنده يعني ما بيحب ما بيحب ما بيحب اليل والقال يعني بيعطيكي الجواب من الاخر فما عم شوف انه الشخص بيكذب عليكو لكن انت طاقتك كتير غامضة يا برج السرطان يعني كتير كتوم بتطلق احكام على هالشخص او بتتخيل السيناريوهات او اشي فيه فيه يعني فيه راسك عم تتخيل اشي مش عم بتصير مش عم بتحكي فيها لهالشخص خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل هالشخص بخطواته بالمستقبلية عم يحس انه هو هو اللي عم يخط مشهود اكتر بالعلاقة عم شوف انه هو بيحس انه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك دائما هو اللي حركته مستمر اتجاهك دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره مدى عواطفه تجاهك على عكسك انت انت كتير غامض وكتير كتوم حتى اذا انت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص ما عم شوفك مش عم تبين لها الشخص نهائيا وهو ايضا تبطع برجك انت سرطان فعالشخص عم يفكر فيك كتير يعني حتى بخطوته القادمة او بخطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير ايضا ايس تحكي عن بدايات ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة معك يستثمر فيها او يحط مجهود فيها ممكن اذا انت وهالشخص بعيدين عن بعض ممكن هالشخص يبدل مجهود في انه مجهود يلتقي فيك مجهود مادي من النوع لحتى يوصل اليك او يتقرب منك ممكن يكون فيه سفر لحتى يشوفك ايضا لانه هال هيدا عندك انت اي سوف كوبس يعني انت الاستثمار اللي عندك او انت الاشي اللي عم تفكر فيه عاطفي اكتر هو الاشي اللي عم يفكر فيه او الخطوة اللي رح يقوم فيها مادية اكتر رح يكون فيها نوع من المادة اكتر ايضا عم شوف فيه كتير تجاه هالشخص يعني من ناحيتك ويل اوف فورتشن اه بيعتبرك سول ميت انا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك الاوراق في المستقبلية لهالشخص تجاهك كتير ايجابية فهو بيشوفك سول ميت ممكن البعض منكم ايضا يكون فيه اه ارتباط اذا انتو اصدقاء رح يصير جدية في العلاقة ارتباط بالعلاقة اذا انتو فيه علاقة يعني رح يصير فيه تطور خطوبة زواج لانه استثمار مادي عندك هون فيه تقدم فيه حركة منتجاه هالشخص هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص ايضا كارما هالشخص بده يكون عم شوف اغلب الاوراق ايجابية معك بده يكون منصف معك لانه هالشخص بي امن كتير بالكارما او بي امن كتير بفكرة انه الاشي اللي بتحطه بيرجع للك فهو عم شوف انه عم يحاول على قدر المستطاع انه ينصف الوضع اللي بينكم او ينصف العلاقة اللي بينكم او يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك لانه هو بده بده هالاشي هو بصراحة مش عاجبه انه انت شخص كتير كتوم هون بمون لانه هو بيشوف انه كتير من فتح تجاهك يعني بيحكيلك السألته بيحكيلك على طول شو هو بيعطيك زبدة الامور يعني بس انت كتير غامض كتير كتوم بالنسبة لتعقدكم المشتركة take your mask off او your masks فانتو الاثنين بتوقع بالغالبية برج السرطان بحكم الاوراق اللي طلعت عندك انت لابس قناع او حتى انتو الاثنين لابسين قناع مش عم تبينوا مشاعركم الحقيقية تجاه بعض انت عم تبث صورة معينة وهالشخص ايضا عم يبث صورة معينة في عندكم صراع على السلطة في ايضا اشتياق كتير للاشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض عندكم اه عم تحس بي اشتياق بطاقلكم المستقبلة بترح تشتاقوا لبعض مشتاقين لبعض لبعض اللي مش عم يحكي مع بعض عندك عروض حب ايضا بالمستقبل مع هالشخص ام شوف انه ام شوف انه في حدا رح في عندك عرض حب من هالشخص ام شوف هو اللي رح يقوم بخطوة ايجاهك انت بخطواتك المستقبلية ما ام شوف انه انت طريقك يعني اللي رح تاخده رح يكون طريقك لحالك بس هو عم شوف عم يفكر بالتزام عم يفكر بارتباط تجاهك فهالشخص عم شوفه هو اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك تشادو سايد طبيعة العلاقة بينكم عم تظهر عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص عم تخليك تواجه شادو سايد تبعك ايضا لهالشخص يعني العلاقة بينكم ممكن ايضا تكونوا تون فليمز او توقم شعلا احنا بنحكي عنها ممكن تكونوا توقم شعلا بمعنى انه انتو كانكم رايات لبعض انت اللي بتحس فيه هالشخص على طول بيحس فيه فانتو طاقتكم مرايات لبعض مواجهة لبعض مواجهة لبعض التواصل بينك وبين هالشخص عم يجبرك انه تتعامل مع مخاوفك الداخلية تجبركم انه تتعاملوا مع مخاوفكم الداخلية ومخاوف انه فيه الطرف منكم عم يحاول يوفق بين شغلتين بين عمل وبين هالعلاقة عم يحاول انه يوفق بين شيئين وفيه طرف اخر عم يحاول انه يتخذ قرار فيه شخص متردد انا بتوقع انه انت انت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة او بخصوص هالشخص يعني انت اللي متناقض وصعب عليك انه تاخد قرار هل الخطوة المستقبلية بينكم طبيعة العلاقة اللي بينكم رح تجبرك انه تتعامل مع امور انت كنت عم تحاول تتهرب منها او عم تحاول انه ما تواجهها اشيه صعبه فيك لانه انتو التواصل اللي بينكم التواصل توقم الشوعة بيكون تواصل صعب عادة ايضا ممكن يكون فيه بينكم فرق بالسن يعني فمشان هيك ممكن يكون بعض الامور صعب عليكم انتو بتطلعوا من بعض لانكم بتعاكسوا بعض يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة هذا هو طبيعة التواصل مع توقم الشعلة بيكون مؤلم بيكون صعب انك تطلع اللي جواك يعني صير في تطهير للعلاقة صير في تطهير حتى لروحك بطريقة مؤلمة فانا بتوقع انه اذا فيه لبعض مواليد برج السرطان بالمستقبل اذا فيه اشيه انت عم تكتم فيها مش عم تحكي فيها عم تخبيها شخص كتير كتوم برج السرطان هون رح تجبرك هالعلاقة وهالتواصل رح يجبرك انه انت تتعامل وتتصرف مع الامور اللي عم تتجنب انك تواجهها ولكن عم شوف حبيبك او الشريك عم يفكر انه عم يفكر انه يقوم بخطوة جدية تجاهك لانه عم شوف انه اغلب اوراقه اوراق التزام وارتباط اوكي حباي برج السرطان بتمنى القراءة تكون فادة اشتركوا في القناة